موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين هذه تغطية خاصة توافق بها التغيير من العاصمة الأمريكية واشنطن بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي إلى العاصمة واشنطن نبدأ مع القمة العراقية الأمريكية التي جمعت رئيس الوزراء الدكتور حيدر لعبادي بالرئيس براك أوباما والتي تناولت مجمل الأوضاع التي يشهدها العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام فضلا عن تبادل وجهة النظر حول آخر المستجدات الراهنة بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والسبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات وفي هذا الصدد أبدى الرئيس الأمريكي دعمه الكامل لجهود الحكومة العراقية بزعامة الإعبادي في مكافحة الإرهاب وتحرير جميع المناطق وتدريب القوات الأمنية وتسليحها بالإضافة إلى دعم العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية مكتب التغيير في واشنطن واكب هذه الزيارة وعادت الزميلة مياد صبري من داخل البيت الأبيض بهذا التقرير باستقبال مهيب التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزارة العراقي حيدر العبادي في البيت الأبيض ووكبت التغيير مراسيم الاستقبال منذ اللحظات الأولى والتي شارك بها عدد من وزراء العراق الرئيس باراك أوباما أعلن عن إحراز تقدم كبير في التصدي لتنظيم داعش وأكد عزم الولايات المتحدة القضاء على التنظيم المتشدد مع احترام سيادة العراق كما أفاد أوباما في تصريحات للصحفيين خلال اجتماعي مع العبادي في البيت الأبيض بأن أي دعم خارجي للمساعدة في إلحاق الهزيمة بداعش يجب أن يمر عبر الحكومة العراقية إن الانتصار على الإرهابيين لن يحصل غدا وإن المعركة مع تنظيم الدولة تحتاج إلى نفس طويل كما يجب على المقاتلين الأجانب في العراق احترام سيادته عندما يقدمون المساعدة في القتال ضد تنظيم داعش وعن إمكانية تزويد العراق بالطائرات والأسلحة قال أوباما إن واشنطن تسهر على التأكد من القوات العراقية في موقع يسمح لها بإحراز تقدم على داعش من جهة أخرى توقع الرئيس الأمريكي أن يكون لإيران علاقات خاصة مع العراق كدولتين متجاورتين وقال إنه بحث مع رئيس الوزار العراقي الدور الذي تلعبه إيران في العراق معلنا عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للعراق بقيمة 200 مليون دولار من جهته أكد لعبادي أن التنسيق للعمليات في الموصل هو أحد أهم أسباب الزيارة إلى واشنطن معربا عن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تحرير المحافظة وتعليقا على بعض الأنباء حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق قال العبادي إن هناك تجاوزات وإنه لن يتسامح معها إطلاقا إطلاقات حملنا لطرد داعش من العراق وإحنا نأمل بأن ننهي داعش إن شاء الله وجوده مفقص بالعراق في كل منطقة بقتل رئيسه خصوصا في الموصل لأن تعرفون داعش جعلت الموصل هي قاعدتها وعاصمتها وهم الدعوة الخلافة الإسلامية والخلافة الإسلامية بريئة منهم فنحن نريد أن نحرر الأنباء ونينوى وهذا يحتاج إلى تنسيق عالي المستوى أيضا مع التحالف الدولي بكاثلات المتحدة وأيضا مع الدول الجوار والدول الإقليمية في العراق وهناك لمست استعداد كامل لغير محدودة بصراحة من قبل سيد رئيس أوباما من قبل إدارة الأمريكية لدعم العراق والقوات الأمنية العراقية العسكرية العراقية لأن تحرر أراضيها بالكامل يذكر أن زيارة العبادي إلى واشنطن ستستغرق ثلاثة أيام يلتقي فيها أعضاء في الكونغرس إلى جانب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ومسؤولين في القطاع الأمريكي الخاص زيارة السيد العبادي الأولى إلى واشنطن قد تكون الأهم بين زياراته لكل عواصم العالم ليس فقط لكونها جاءت بالثقل الأمريكي وإنما لتوقيت الزيارة مع ما يمر به العراق من أحداث اقتصادية وأمنية من داخل البيت الأبيض ميادة صبري قناة التغيير الفضائية وللحديث أكثر عن اللقاء الأول لرئيس الوزراء في البيت الأبيض ينظم معنا مباشرة الزميل عمر محمد مرحبا بك عمر بداية سمعنا للتو تقرير الزميلة ميادة صبري وما تحدثت فيه عن طريقة الاستقبال التي حظي بها العبادي وأيضا ما دار في المؤتمر الصحفي فهل لك أن تطلعنا أيضا على ملامح أو الخطوط العريضة لهذه الزيارة؟ بدءا كانت هناك حفاوة استقبال للعبادي في البيت الأبيض إلا أنها قد لم تكن كذلك من ناحية الجالية الإيرانية في العاصمة واشنطن الوفد العراقي الذي كان برئاسة العبادي ضم كل من حسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي وبالتأكيد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وشخصيات أخرى منها الركابي وهذه الزيارة التي أقول أنها حظيت باستقبال جيد من قبل الرئيس أوباما في البيت الأبيض لربما لم يشهده سلفه نوري المالكي العبادي طالب الإدارة الأمريكية بدعم على مستوى التسليح وبالتأكيد الدعم السياسي أيضا لمحاربة داعش لحشد التأييد الدولي والغربي لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي المتطرف إلا أن الولايات المتحدة وأقول هنا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت لها تجربة لا أقول أنها غير مناسبة لكنها تجربة كانت حقا سيئة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأمريكان لن يضع كل لربما مقترحات الدعم أو إمكانات الدعم في سلة واحدة هذه المرة على ما يبدو لرئيس الوزراء العبادي خاصة أنه يطالب بتسليح لربما آجل الدف نعم طيب يعني عمر ماذا عن الطلبات التي قدمها رئيس الوزراء العبادي خاصة فيما يتعلق بصفقات التسليح وتحديدا طائرات المسيرة بدون طيار فهل لا كانت تتحدث لنا عنها؟ نعم من بين يعني أبواب الدعم التي طالب بها العبادي حسب ما نقل هي أبواب الدعم بالتسليح ومنها التسليح بطائرات درون أو طائرات من غير طيار وأيضا أعتدى للمعدات الحربية العراقية ويعني كما تعلمون أنه تسليح الجيش العراقي بعد 2003 توجه باتجاه التسليح والأعتدى الأمريكية في الأعم الأغلب هنا أتحدث عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث عن موضوع مهم وهو شراكة العراق الستراتيجية أو شراكة الولايات المتحدة الستراتيجية مع العراق لمحاربة المتطرفين وبناء الديمقراطية في المنطقة إلا أن الرئيس أوباما أكد مرة أخرى على ضرورة أن يكون هناك تكافؤ في إدارة الدولة العراقية بين المكونات الشعب العراقي وأكد هنا على ضرورة التعاون مع القوات أو مع الأهالي في المناطق والمحافظات السنية في أي عملية تشن وعلى ضرورة إعطاء الناس حقوقهم والمجتمعات حقوقها بالتأكيد ولربما كان من بين المؤشرات الإيجابية التي دفعت بأن يكون وزير النفط حاضر في هذه المرحلة هو موضوع الاتفاق الذي حصل مع أقليم كردستان نقاط إيجابية لربما من بينها حضور وزير الدفاع العراقي رئيس الوزارة العراقي على ما يبدو عاجل الأمريكيين بعمل إيجابي قد يكون من وجهة النظر الأمريكي أو وجهة نظر الإعبادية الذي قد يفهمهم جيدا أكثر من المالكي خاصة أنه عاش في وسط هذه المجتمعات في المملكة المتحدة في بريطانيا وهي أنه قام بتعيين قائدا لعمليات نينوى من الضباط العراقيين الذين يدرسون في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية ولديهم خبرة في مؤسسة أو معحد نيسا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن وهو اللواء الركن نجم الجبوري أتحدث أيضا هنا نعم نعم طيب عمر ماذا عن الشأن السياسي هل تم التطرق إلى مفردات العملية السياسية في العراق خاصة موضوع التدخلات الخارجية في هذا اللقاء نعم الطابع السياسي لهذه الزيارة حسب ما قرأ في الولايات المتحدة الأمريكية وحسب ما تحدث رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي باراك أوباما الطابع السياسي هو باستمرار الدعم وأيضا منع التدخل الخارجي وهو ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية أقول هنا التدخل الخارجي في مقدمته التدخل الإيراني رئيس الوزراء العبادي قال أنه لا يرغب لا أعلم إذا كان متاح بيده أن يسمح أو لا يسمح في هذه الفترة لكن أنه لا يرغب أو لا يؤيد أو يدفع بالضد من أي تدخل خارجي سواء كان لإيران أو غيرها تحدث العبادي عن موضوع مهم وهو أن الحشد الشعبي ميليشيات الحشد الشعبي هي جزء أنها ليست ميليشيا هكذا قال وأنها جزء من المنظومة الأمنية العراقية وهذا الموضوع يقلق الأمريكان وبشدة كون أن هذه الميليشيات لم يعد بالإمكان الآن عزها أو الاستفادة منها في مرحلة وقتية يقولون أنها ستكون خرق دائم في القوات العراقية ويحذرون من أن تستخدم هذه الميليشيات أو أن تتحرك مع القوات العراقية في أي معركة كانت سواء كانت في الأنبار أو في الموصل الزميل عمر محمد كنت معنا على الهواء مباشرة من أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن شكرا جزيلا لك عزاء المشاهدين تغطيتنا مستمرة لزيارة العبادي إلى واشنطن ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل زيارة العبادي إلى واشنطن تساؤلات أمريكية وتطمينات عراقية هل سيتمكن العبادي من إقناع واشنطن بالمشاركة بتحرير الموصل والأنبار بوجود الحجد الشعبي وهل سوف تتم صفقة المليارات المزمعة في ظل الأزمة المالية العراقية وانخفاض أسعار النفط ما حجم التعاون بين واشنطن وبغداد بما يخص الاتفاقية الأمنية خاصة وأن العبادي يحظى بمقبولية أمريكية لم تكن موجودة في سلفه المالكي الزيارة المصيرية تغطية خاصة من واشنطن على التغيير أهلا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة والتي تقدمها التغيير من واشنطن حول زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي حيث ينضم أيضا معنا مباشرة الدكتور وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي بداية مرحبا بك سيدي دكتور وليد وانت مستشار ومقرب من دائرة صنع القرار في أرويقة الكونغرس والبيت الأبيض هل لك أن تطلعنا على أهم النقاط التي جاء من أجلها السيد العبادي إلى واشنطن وتم طرحها خلال هذا اللقاء مع الرئيس أوباما؟ أهم النقاط التي طرحت في اجتماع ما بين رئيس الذراء العراقي السيد عبادي ورئيس الأمريكي باراك أوباما تتعلق أولا وأساسا في مواجهة تنظيم داعش هذه هي الأولوية وبالتالي هناك مطالب من قبل الحكومة العراقية فيما يتعلق أولا بالتسليح والتسليح الاستراتيجي الكبير لتمكين قوات الجيش العراقي من أن تتقدم باتجاه مواقع داعش في المرحلة الآتية ولكن هناك مطالب أخرى وهي تتعلق بالذخيرة تتعلق بالتكنولوجيات تتعلق بأنواع أسلحة متقدمة تسمح للحكومة العراقية بأن توجه ضربات هي بنفسها ضد هذه المواقع قبل ومن دون ربما تدخل القوات الأمريكية مثلا الدرون طائرات دون طيار كل هذه السلة من الأمور وأمور أخرى طبعا تتعلق بتطوير المواقع الدفاعية وتدريب المواقع الدفاعية للقوات العراقية المسلحة هي على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الرئيس أوباما من ناحيته هو أيضا يريد أن يؤكد للطرف العراقي على الحزم الأمريكي مع العراق بمواجهة التنظيم الإرهابي وبنفس الوقت ما فهمناه على الأقل من بعض أعضاء الكونغرس وهم على اطلاع أن الإدارة الأمريكية والكونغرس معها في هذا الموضوع قلقون من أي تصرف سيء من قبل القوات العراقية ونحن لا نتكلم كثيرا ربما عن الجيش ولكن عن ما يسمى قوات البلشيار الشعبي في المناطق السنية التي تحرر من قبل داعش يعني هذا هو الموقع الأكثر دقة في الحديث الأمريكي لرئيس الحكومة العراقية طيب يعني خلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس أوباما أنه أي من القوات المساندة للعراق يجب أن تمر وتكون تحت مظلة الحكومة العراقية فما المقصود بذلك وكيف تقرأ هذا الادعاء يعني هذا الخطاب معروف وتقليدي خاصة لدى الرئيس أوباما تحديدا هو له قلق أن لنكن خوف سياسي من أن يفسر أن ما يجري في العراق هو عودة أمريكية إلى العراق وهذا يأتي من بعض مستشريه الأكاديميين الذين يصورون أنه أي تدخل أمريكي في أي مكان بالشرق هو عودة إلى السياسة الماضية للرئيس بوش الحقيقة أنه من ينتقد الوجود الأمريكي في المنطقة هو الأطراف المضادة للولايات التحدة الأمريكية يعني هناك أطراف تطالب الولايات التحدة الأمريكية تتدخل وخاصة الحكومة العراقية والأطياف الأخرى في العراق وحكومات أخرى في المنطقة كما نرى في طول وعرض المنطقة من مصر إلى الخليج إلى أماكن أخرى دون أن يشكل ذلك تدخلا يعني مطلب المساعدة ليس تدخل تقرره واشنطن ولكن تقرره واشنطن مع هذه السلطات إذن لا حاجة لخوف أو لقلق من ما هي الأهداف الأمريكية وتحت رئيس أوباما يعني هو الرئيس الأقل تدخلا في كل السياسة والتاريخ الأمريكي الحديث ولكن بالطبع هو يخشى على الصورة وبالتالي فهو يتأنى من هذه الصورة نعم سيدي في الختام أود أن أسألك سؤال أخير الرئيس أوباما أعلن مساعدات عاجلة اقتصادية للعراق بقيمة 200 مليون دولار فكيف أنتم تنظرون إلى مثل هذه المساعدات يعني الولايات التحدة الأمريكية بشكل عام وخاصة إدارة رئيس أوباما ولا ننسى أن الكونغرس هو الذي يدفع يصرف هذه الميزانيات لهم تقليد في مساعدة أولا الدول الحليفة وثانيا الدول الشريكة يعني التي نعمل معها كشركاء في مواجهة الأرهاب والعراق يتحمل دون شك ليس فقط الموضوع العسكري والأمني ولكن يتحمل الموضوع الإنساني الرهيب نحن نتكلم عن مئات الآلاف من الذين هجروا وخاصة عندما يتم إعادة تحرير بعض المناطق من القوى الإرهابية هناك حاجة لمساعدات مالية وبالتالي فهذا قدر ربما يكون بسيط من مساعدات من سلة أكبر لذي نتحملها الولايات التحدة الأمريكية بمفردها ولكن المجتمع الدولي في المستقبل نعم الدكتور وليد فارس المستشار في الكونغرس الأمريكي كنت معنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن شكرا جزيلا لك أهلا بكم نواصل معكم جولتنا وقالت صحيفة الحياة اللندنية إن ملف الحجد الشعبي كان حاضرا خلال لقاءات الإعباد في واشنطن الذي قال إنه حريص على أن ينضوية جميع المقاتلين تحت لواء الدولة ونقلت الحياة عن مصادر موثوق فيها بأن التحفظات الأمريكية على معركة تيكريت كانت حاضرة خلال لقاءات رئيس الحكومة العراقية وقالت مصادر أمريكية للحياة إن واشنطن تريد خطوات ملموسة من العبادي في العمل مع عشائر الأنبار لمواجهة داعش الإرهابية فضلا عن وضع استراتيجية على المدى الطويل تستوعب كل الفئات العراقية ولا ترسخ الإنقسامات المذهبية التي يستفيد منها التنظيم المتطرف أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لم يقدم طلبا محددا بشأن مساعدات عسكرية إضافية ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله إن رئيس الوزراء العراقي لم يقدم طلبات محددة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة خلال اجتماعه مع الرئيس براكوباما وكان الرئيس الأمريكي براكوباما أكد التزام بلاده بدفع 200 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للعراق فيما رجح أن يمر أي دعم خارجي للمساعدة في هزينة تنظيم داعش عبر الحكومة العراقية هذا وأكد البيت الأبيض أيضا أن أي طلبات واقتراحات يأتي بها رئيس الحكومة العراقية ستأخذ على محمل الجد من قبل الإدارة الأمريكية إذا كانت ستصب بالنهاية في مصلحة التخلص من تنظيم داعش وفق ما أفاد بذلك المتحدث جوش أنس لصحفيين في واشنطن إنسانية والمتحدث يمكن أن تساعد إلى تنظيم داعش ونبحث معهم بشكل يومي عن الوسائل الذي يمكننا من خلالها دعم الحكومة والقوات والشعب الرادي إلى مواجهتهم لداعش بشكل نوع رئيس وفي طبعاً هناك اتفاقيات أسلية has a presence inside of Iraq where we can coordinate our efforts to make sure that we are leveraging all of the technological capabilities that our military has to benefit the Iraqi forces that are fighting on ultimately destroying ISIL but pleased to be implementing that strategy by working closely with some 60 other countries ويرى العديد من السياسيين والمحللين الأمريكيين أن على رئيس الحكومة العراقية العبادي أن يقدم خلال زيارته لواشنطن توضيحات للإدارة الأمريكية بخصوص الولاء للإيرانيين وقال المحلل العسكري والجنرال المتقاعد روبرت سكيلز لمحطة فوكس نيوز الأمريكية أن على العبادي أن يوضح أنه ليس في جيب الإيرانيين وأن الحرب في العراق تستحق كل ما تفذله الولايات المتحدة من أموال وتضحيات هذه الزيارة تهدف لمعرفة أين أصبحنا في محاربة داعش منذ بدء الحمل على التنظيم وعلى العبادي أن يقوم بشيئين أولهما عليه أن يقنع الإدارة الأمريكية بأنه ليس في جيب الإيرانيين وهو مستقل في قراراته العسكرية وثانيا عليه أن يوضح للإدارة الأمريكية أيضا أن محاربة داعش في العراق تستحق كل ما يبذل من قبل بلدنا من أموال ودماء وهذه هي أهم نقطتان على الإعداد أن يثبتهما كما قال الجنرال الأمريكي أن داعش ردت على انسحابها من تكريت بالسيطرة على مصفا بيجي مبيناً اللا أمل للعراقيين بالنجاح في الحرب ضد تنظيم داعش دون وجود الدعم العسكري اللازم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فور نجاح القوات العراقية بإحراز تقدم واستعادة تكريت ارتدت داعش وتمكنت من استعادة حقل بيجي النفطي فإذا لم يقدم للعراقيين الدعم اللازم والمال اللازم أيضا فلا أمل أن يكونوا قادرين على استعادة بيجي وبالطبع لا أمل في الاقتراب من الهدف الأسمى لهذه الحملة وهو استعادة الموصل ميدانياً نشرت البنتاجون خريطة جديدة تظهر أن القوات الأمريكية وقوات التحالف استعادت الأراضي الرئيسية قربة كريت وسنجار وجبل وسد الموصل والتي وصفتها واشنطن بالمناطق الاستراتيجية وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة استعاد أكثر من 30% من الأراضي التي يسيطر عليها داعش في العراق وقال المتحدث باسم البنتاجون العقيد ستيب وان أن مزيجاً من القوات الجوية الخاصة بالتحالف والقوات البرية العراقية كان له الأثر الكبير على قدرة العدو للسيطرة على مناطق والحصول على حرية المناورة وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أن التنظيم فقد مساحات من الأراضي الذي كان يسيطر عليها في العراق قالت مجالة فورين بوليس الأمريكية أن الولايات المتحدة حائرة في موضوع استعادة الموصل أو الأنبار أولاً بالرغم من تاكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي الذي أوضح أن الوجهة المقبلة ستكون نحو الأنبار لاستعادتها مبينة أن عشائر الأنبار أمام قرار حقيقي بشأن الانضمام للحكومة أو معارضتها واهتمت المجلة الأمريكية بمشاركة الحجد الشعبي الذي اشترطت أن يكون بعيداً عن عملية تحرير المدينة الغربية خوفاً من حصول أعمال عنف ضد المدنيين هناك مضيفة بالوقت ذاته أن الحكومة عليها التعامل مع مقاتلي القبائل الذين استعادوا مدينتهم من خلال تشكيلهم برنامج الصحوة السنية الذي أسسه الجنرال بيتريوس عام 2007 كما رجحت المجلة الأمريكية بأن مشاركة فصائل الحجد الشعبي في استعادة الأنبار قد يثير مخاوف المجتمع السني والذي أكد ممثلوه خلال لقائهم السفير الأمريكي في بغداد أهمية دعم مشاركة تلك الفصائل في الأنبار الذي شاطرهم هو الآخر ذات الرأي راهناً مشاركة الأمريكيين في استعادة الأنبار بعد انسحاب الحجد منها أخيراً كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا في مذكرات له ما كان خفياً عند انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وهو القرار الأمريكي المثير للجدل الذي ترى العديد من الأوساط في داخل أمريكا وخارجها بأنه خطأ وأوقع العراق بفوه داعش وبحسب مقاطع بمذكرات بانيتا نشرتها صحيفة ووستريت جونال الأمريكية فإن العديد من الكتل والأحزاب العراقية طالبت الولايات المتحدة بالسر أن تبقي على قواتها في العراق كونها القوة الحامية لبلد من السقوط بيد الإرهاب إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت الاستماع لهم وقالت إن رئيس الحكومة السابق نور المالكي رفض إعطاء حصانات للقوات الأمريكية في العراق وتابع الوزير الأمريكي السابق إن الإدارة الأمريكية أصرت على سحب جميع القوات من العراق ورفضت جميع المطالبات والدلائل التي كانت تؤيد بقاء قوات أمريكية في هذا البلد وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن نستودعكم في أمان الله اشتركوا في القناة